صار العالم تفوت واحد واحد صاروا يفوت لجوة فصار دورنا احنا فتنا لجوة وما فتل عنده قال لي انت انت حاكي هيك هيك قلت له انا انا حاكي هيك هيك بس انا ما نفعل شيء يعني انا صحيح حاكي لانه انا حكيت من يعني عم تحكي لانه مثل يعني هنم مهميننا انه احنا عم نحكي مع قاضي بالحقيقة هو ما كان قاضي يعني انا ما عرفته الشيء لبعد ما طلعت يعني وانه حكي العالم عرفت انه مقاضي هذولا ففات لجوة فتنا لجوة سألني يعني فات اول شيء المقدم بعدين فات الشاب اللي معي بعدين انا فتت اخر شيء فسألني قال لي انت حاكي هيك هيك طبعا هو الملف عنده قلت له انا ما يحاكي انا حاكي هيك بس انا من القتل حاكي هيك انا ما نمسوي شيء صار يقول لي انت كذاب وانت اللي طبعا في الوقت هذا انا هون اعرفت انه لأ قبل ما بالفرع اللي بحرسته كان فيه اجوع عناصر من الكتيبة تبعنا باصدقائنا بنعرفهم كان بوقته بعده بستة شهور من السجن فكانوا الجيش الحر فايت على الكتيبة بعد ستة شهور فاجوه الشباب هذول اللي كانوا معنا من الكتيبة كان عدد قليل منهم ويعني فيه منهم ما كنت بعرفون انا ما معرفنا هون بس فيه منهم عرفتون هذول هذول اللي هربانين من الكتيبة بعد ما فات الجيش الحر هذول هربانين من الكتيبة فيه اعلم فيه منهم ماتوا فيه عساكر ماتوا فيه عساكر وضباطا مسكوا هيك يعني بعد ما طلعت هيك حكوهن ففدت لعندي العساس انه قاضي قال لي انه انت هيك هيك حكي وانت وانت اللي سبب تزغلي الجيش الحر على الكتيبة وروحه اربعين واحد من العساكر انت انت السبب ومعرف ايش انتو السبب المهم قلت له قلت له انا ما الي علاقة انا حكيت من وراء من كثر الضرب والتعذيب المهم قال لي انت كزابة وطلعنا ورجعنا على نفس الفرع من المزة راكمين نحن بسيارة بسيارة عادية مثل الجيش هي بس يعني مطماشين نحن وعم نمشي من طريق من الفرع هذا من المزة على الحرستة بيمر من نص الشام نص الدمشق وقفوا وقفوا بنص الشام انا كنت يعني بعرف مكان عم يقول له انه وقفنا هون بعرف المكان انا كان بالمدينة بنص المدينة قال بدنو نشتروا ما بعرف شو كان بدنو نشتروا غراض للقائد الفرع مدير الفرع وان احنا انا اذاك اللقط انا اذاك اليوم يعني بحياتي ما را انساها يعني انا طبع سنة وعشر شهور بسمع صوت العالم وعالم عم تمشي وعالم يعني ما اتخيلت حالي انه اطلع واسمع صوت العالم والسيارات وال يعني لا هلا يعني انا بتذكر انه صوت السيارات والعالم فرجعونا على الفرع يعني ما رجعونا على المكان اللي كنا فيه نحنا كل واحد على الجمعية اللي كان فيها بدلونا الجمعية بس طبعا حطونا اثنياتنا سواء انا صديقهم بعد شهرين صار يعني بعد سنة وعشر شهور اخذونا على الله عالمزة ورجعونا ضرلين شهرين سنتين كل ياتو ايه الفترة اتعذبت كمان بعد ما رجعوه اه كنا العذاب العادي التعذيب العادي اه العذاب اللي بيضرب الواحد عالطريق وعالشو اسمه ولا يعني هنه بيأذبه بس يعني احيانا بيكون الضابط يعني معصب بيعذبه بيطلعه عالم بيعني يجي مثلا على رأيس المهجع بيقوله بيكون معصر الضابط بيكون سمع صوت من احد المهاجع من احد المهاجع بس فييجي على الصحة قدام الجمعيات خمس جمعيات ويقول كل واحد بدي يطلع الي عشرة يعني لازم يطلعوا عشرة بدنيوك القتل مين ما بيعرف ما بيعرف شو السبب يعني في عالم تطلع انه ليش في واحد حكي خمسين واحد بدنيوك القتل فويك يعني احيانا كنا هطلع مع العالم هاي اللي جرحك كيف صار بهذه الفترة؟ جرح رجلي جرح رجلي انا بعد ما طلعت عالتنفس يعني يعني ما صار الجو جاف ما ظل في رطوبة ما ظل في عرق ما ظل في مي وجعني يعني اول فترة كمان يعني ضليت اجي عال عالدكتور عالباب اول ما يجي الدكتور بيجي يعني كل يومين ثلاثة لحتى يعطيني دواء وكنت بخبي الدواء مرهم او شي يعني اطنيته حالي انا يعني مش حالي اجي لهم بعد سنتين اجي لعنا كمان صاحوا اسمائنا طلعنا نحن الوحيدين من الفرع اللي بيومين اطلعنا اخذونا على لفوق عند الباب طبعا واحد لما يطلع بيدوني لابسوا تياب احنا ما كان في عالنا تياب جوه يعني هني بياخدوا تياب في عالم اغام ياخدوا تياب قبل ما يفوتوا لجوه انا كمان نفس الشي يعني ما كان عندي تياب يعني اخدوا تياب مكان بيطلبوا تياب من العالم اللي جوه تياب و بيلبسوا الواحد كامل مشان يطلع اطلعنا اخذونا كمان على المزة على نفس المكان اللي رحنا عليه اول شيء قالوا انه بدنا نروح على المحكمة رحنا وصلنا على المحكمة عم نسمع الحكي نحنا نزل الواحد الى المسؤول المساعد اللي بديوا يأخذنا نزل نزل وراقنا بس الاوراق كل واحد الو ملف نزلوا طلعنا ما بعرف نحنا وين رايحين يعني ما بيخلوا حدا يسمع عنه طبعا نحنا 38 واحد ركبنا بالباس طلعنا من المزة من المطار المزة 38 واحد انا كنت اخر واحد بالجنزير جنزير محكمة بيسموه كمان تلك علي كل واحد يربط من من ايدو ايدو واحدة كلياتو على نفس الجنزير جنزير واحد مع قفل وحديد اخذونا طلعنا طلعنا ظلينا فترة منيه يعني فوقت منيه يعني كان طورنا وصلنا على مكان ما بعرف ان احنا وين رايحين ما بعرف انا من لما طلعت من المطار المزة ما بعرف وين ماشي وين رايح ما بعرف فوصلنا على المكان انا اول واحد بدي انزل لان انا اخر واحد اطلعت على البص اخر واحد ربطت على الجنزير اخر واحد انا طبعا البص البص صغير كان كان كل واحد قاعد يعني اتنين يقودوا على نفس الكرسي واحد ويقود واحد التاني فوق رجليه وكانوا مسكرين البراء دي تبع البلور مشان ما واحدة يشوف العالم من براء لان رايح يمشوا بالشوارع احنا با بدنول العالم تشوف الجوة الباص شو فيه مهم صرنا هناك انا اول واحد بدي انزله من الباص اول ما انزلت في هي خاصة للشرطة العسكرية هي بيقول خاصة عنده كل الهروانة هي بيضربوا فيي هي ضربته قوية معروفة يعني ضربته صعبة قوية يعني فبلغ شي ضربني يعني يقول لي اسحب العالم اللي وراك يعني ثمانية وثلاثين واحد انا بدي اسحبهم لسا قاعدين على الكراسي المهم سحبت يعني ضرب على الراس على وين ما كان يكون نزلونا لجوة شي عشر درجات لتحد فوتونا كل كل واحد لازمي اول ما فات قال كل واحد وجهه على الارض ممنوع رأسك ترفع عن الارض على البلاط وجهك على البلاط اجي انا اسمي اخر واحد اخر اسم ف اجي المساعدة المسؤول بده يستلمنا صار يسهل مين معه وورق شخصية او شي اثبات شخصية او شي امانات او طبعا الكل ما في حدا عنده امانات لانه واحد انا يعني تفوت عندك مصاري او تليفون او شي بيقولوا لك هاي بالامانات خلاص يعني بالامانات خلاص راح بياخدوه انا ما بعرف مين لحد الوقت هذا ما بعرف يعني انا او شي توقعت انه بالمكان بالفرقة الرابعة يقولوا الفرقة الرابعة هاي يعني من اقوى يعني من اقوى اوصخ المكانات العسكرية للنظام يعني انا هيك توقعت يعني او ما فتت فبلش يسألوا على الامانات على خلصوا على الامانات وصلوا عند الضابط اللي جاي معنا لما سألوا قلوا شوفي عندك فالضابط قلوا عندي الورقة هاي الورقة حاطت ورقة تجيبتوا اعطوا ورقة لما طلع من الفرع فرفع راس وهيك بدي يعطي الورقة في اجا ضربوا اجا ضربوا بعد ما فتنا لجو الزنزانات انكسرت ايدو يعني ايدو مكسور واحد من العظام تبع ايدو في عظمين العظم العظم الصغير مكسور انكسر انهم بعد ما خلص من هون بيجي يسألك بعد ما يخلص لهذا المساعد يجي الدكتور الدكتور على اساس يعني يسأل مين في معه مرض مشان يعني يجي يعطي دواع الزنزانات فكل ما واحد يقول له واحد يقول له معي سكر يقتله يقول له شو معك يقول له ما معي شي يقول له طبيب هو ايه طبيب مساعد ومساعد يضربوا يعني معه سكر او شي او يعني يقول له انت ليش مرضان نزلوه لتحت طابق طابق تحت الارض كمان على الدرج فتحونا من الجنازير هون طبعا حطونا على الدرج يجي العسكري والمساعد معه يوقفونا وكل طبعا كل العالم ماشي على حيط واحد يعني على طرف الحيط وعم عم يمشوا يحطوا خمسة كل خمسة ستة عند اول الدرج ويمشكوا دين بعض ويركضوا بيدفشون لتحت اللي بيظل واقف يقدر ينزل يظل واقف في العالم توقع فوق برضه وتنزل على الدرج المهم نزلوه لتحت هيك كل العالم هيك نفس الشي نزلوه لتحت لتحت بدك تشلح تيابك كامل طبعا الواحد بالمكان هذا اللي نحن فيه الممنوع ترفع راسك عنا لابس تياب بدي ارفع راسي مشان اشلح تيابي اول مرة رفعت راسي ثاني مرة رفعت راسي مشان الكنز اللي فوق والقميص التحت رفعت راسي مرتين اكلت ضربتين على راسي من العسكري هون بيجيبوا لائحت الاسماء اي طبعا هون بالزنزانات تحتها بالقبو طبعا كله شالح تيابي نهائيا ما في تيابي اي كله واحد ورا واحد على الارض راسك وجهك على الارض واللي قدامك نفس الشي كله اثنين يجي بيصيري بالاسماء يعد الاسماء بعد ما يصيح الاسم اللي يطلع اسمه يقدم لقدام شغلة شي مترين في عندهم بورية البورية حديد انا سمعته لما كان يضربه على الحيط طلع الصوت حديد يبين صوت الحديد بعدين تأكدت لما اكلت ضرب فيه انا كمان كل واحد يعني يضربه شي ثلاثين خمسة وثلاثين ضربة على ظهره طبعا يكون واحد قاعد هيك مثل يعني وجهه على الارض يعني ظهره لفوق بس وديه تحت على وجهه على العيونه يعني لازم يكونوا على عيونك ووجهك على الارض يضربه خمسة وثلاثين ثلاثين بيفوتو على الزنزانة بدون تيابه المهم خلصوا لعنقلاته ووصلوا عندي انا اخر واحد انا والشاب اللي معي الشاب اللي معي رفع راسه فلما كان يضربه كان يرفع راسه يتحرك فقل له ترك لي هذا الاخر شي خلصني من هذاك الاخر واحد ترك لي هذا مشان اتسل فيه لانه هذا ما عم بدي ادمه عم يقول هيك لا صديقا معي صديقا معي صديقا معي صديقا معي صديقا معي صديقا معي يقول له يعني العسكر المساعد هو عم يقول له العسكر يقول له خلاص تركه هذا الاخر شي بدي اتسل فيه لانه هذا مؤده بعد عمية السبد وتعديم فأجل عندي انا يعني ضربني ثلاثين تغربة بالبورية يعني بورية حديد وضرب قوي يعني فانا ما تحركت تحمل شوي احسن ما اكون ضرب زيادة يعني فبعثني انا عزنزانة طبعا راح تلقيت بس الضابط موجود جوه راح تلقت الضابط عم يأكل قتل جوه بزنزانة بزنزانة فيها حمام الحمام منها وفيها وعرضها تقريبا شي متر ونص طول متر ونص طول متر ونص كمان يعني شي مربع هي بس الحمام اتوليت منه وفيها بزنزانة بزنزانة حطوا كل زنزانة حطوا فيها داعش واحد نحن لانه عساكر نحن ثلاثة حطونا ثلاثة بزنزانة واحدة راح تلقت الضابط عم يأكل قتل انا فتت لجوه ووقف قتل من الضابط فقال لي انت مسؤول عن الزنزانة شو مسؤول عن الزنزانة مسؤول عن الزنزانة اذا اجي الاكل انا مستلم الاكل من برا واذا اجي استعني على العدد قل له على العدد الموم فتت لجوه انا سكر الباب لسا عم يأكل قتل الارفيقي يجا يا رفيقي يعني ما في مكان من جسمه مو ازرق ظهره ازرق عم يطلع دم من من اذانه مو من جوه اذانه بس انجرح يعني عم يطلع دم من من تمه من رجليه من ظهره من راسه من انف ودم ف ضلينا انا يعني من اول ما فتت وقعت على الارض ضليت ثلاثان يوم لما صار توزيع الاكل على نفس بدون تياب كلياتنا الجو برج جدا يعني كيف حساسك لما انت بدون تيابها ضدها من هذا هي صعبة كتير يعني 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 بس العالم كلها كمان مثل حكايتك يعني يعني انت لما تكون الموقف يعني ما بتكون ما تفكر انه يعني يعني شي وحشية وحشية مو طبيعية كانوا كانوا ما بتفكر يعني انه انت ما انك لابستياب يعني كلها العالم مثل حكايتك يعني ما حدا بي قال المهم اجى ثاني يوم بالمخابرات الجوية كنا نصيح للمساعدة والضابط مع الليم فاجيت انا انا مقلي انت المسؤول عن الزنزانة انا بدي اكون استلمي الاكل وعطي عدد كم شخص موجود ويكشي يعني ف اجى اول يوم اي ثاني يوم بعد ما مصدنا الصبح اجى سألني قلش يعني بدي يعرف العدد اللي جوه قلت له ثلاثة مع الليم شافني واقف لجوه شافني واقف لجوه شافني واقف وهم بتطلع على الباب ممنوع بالمكان هذا ممنوع تطلع على الباب لما تسمع الصوت لازم يحط وجهك على الحط وديك على عيونك تقض على ركبك فقل ثلاثة مع الليم وعم تطلع على الباب ثلاثة برجع لك رجع ف الباب من تحت مثل هي مشان الاكل فتحة صغيرة مشان الاكل فيه عليها القفل تبع حديد صيخ حديد ثمانية ملي حديد طوله شي نص متر ف جاب الاكل حطه قدام الزنزان قال لي فوت الاكل فوت الاكل واناكل تمد ايديك لبرا بتصحب الاكل قال لي مد ايديك من الفتحة الصغيرة هي تحت من تحت صغير قال لي مد ايديك التحت مد ايديك التحت فمد ايديك تحت لبرا بالصيخ الحديد ضربني على ايديك كسر لي اسبعي الاصبع هذ هون طبعا هلأ فيه عملية سويت العملية انا بعد ما طلعت كسر لي الاصبع الضربة اول ضربة ايجت له هون بايد اليمين كسر الاصبع خالص يعني فك عن بعض الاصبع والايد اليسار انكسر كمان الاصبعين الصغار نصف كسر لحد الان مكسو يعني لحد الان تركتون على حال ما سويتون شيء و ظهري لحد الوقت الحالي هلأ يعني لو فرجيك انا الوقت الحالي هذ الضرب والتشويه بظهري الهلأ موجود للوقت الحالي هاي من الضربة اللي اكلناه بالاول ما فتنة طبعا ظرينا هيك 15 يوم خلال 15 يوم هذول يجو السجان السجان هو جندي او احيانا يجي المساعد طبعا كل يوم الصبح يجي الدكتور بيسأل يقول لك شو بيقول بيقول في حدا فاطس يعني ما بيسأل اذا في حدا مريض او يقول لك في حدا فاطس او في حدا ميت وعلى نفس الحالي كل يوم الدكتور هيك السجان يجي في عالم بالليل بتحكي بسمع صوت انا من نوع الحكي لازم ما ينسى مع الصوت يوم من الايام انا عم بطلع من الباب اه اجي هو شو بيجي يسوي السجان بيشلح البوت تبعه ويكون لابس شح شحات اهو في يشلحها ويصير يمشي على الارض البلاط ما بتسمع الصوته لما يجي في ايام انا عم بطلع فاجه هو ما شافني انا عم يسمع الصوت من اين الجا وقف قدام الباب عم يحكو ف فتح الطاق نفس الشي هاي تبع الاكل نفس الطريق اللي اكلت فيه انا قتله اجو قالوا كان موجودين داعش واحد فقالوا واحد واحد تجو ادي رجليك اول شي بعدين اديك فقالوا واحد واحد لما خلص كان يضربون على اصابيع كان يضربون على اصابيع عارج ليون وعلى اديهم يعني يعني لما خلص انا طلعت راح جاب العساكر التانيين مشان ينظفوا الدم اللي قدام قدام الزنزانة دمشي على ارض يعني من رجلين العالم وديهم وعدل الحكي البذيء عن الام وعن الاخت وعن العارضة بشكل عام يعني يعني حكي القتل اهون منه القتل اهون من الحكي اللي يحكيه فتقريبا ظلينا على حالة شغلت تقريبا شي خمسة عشر يوم وبعدين اجي واحد جابوا الشخص لعنا ثالث رابع احنا كنا ثلاثة جابوا الشخص لعنا رابع طبعا هون يعني نحنا ما بنسمع غير صوت العصافير بنعرف انه بس يصير صوت العصافير تصير الصبح ما في ضو بس يروح صوت العصافير تصير الدنيا ليل اه 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 خمسة عشر يوم جابوا لنا الشخص هاد نحنا لحد الان يعني خمسة عشر يوم وذول ما بنعرف حاننا وين يعني صراحة يعني ما بعرف وين يعني مثل ما قلت لك بس اتوقعنا انه المكان اللي قلت لك اه الفرق الرابع هاي من اسوأ كمان اسوأ الكتائب او اسوأ العماكن الفرق اجل الشخص هاد الشخص هاد كان مسجون بالشرطة العسكرية بالعاصمة دمشق بريف دمشق او بال دمشق بالقابون مدينة منطرة اسمها القابون فا اول ما فات لعنا كمان يعني فات لجوه وما في مكحلة اللي بجسمه مو ازرق محروق يحرق البلاستيك بلاستيك بيحرقوه بيكون الشخص قاعد بيحرق البلاستيك وبيصير ينقط علي البلاستيك محروقات اديه يعني انا لما شفته يعني انا قلت لحالي انا ما صار معيشي مع مع انه اكلت قتل يعني حكيت لك الشخص يعني 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 جسمه مبخوش البلاستيك فا وقع على الارض يعني اول ما جابوه وكبوه وطلعو فنحن يعني بنا نشوف الشخص بنا نساعده بنا نسوي له شيء يعني طبعا نحن بعد الماء فتنا على زنزانة جابونا تيابنا بس الشخص الشاب اللي معنا التالت ما جابو تيابه ومسحوا الارض بتيابه من الدم فتقاسلنا التياب يعني واحد لابس البنطرون واحد لابس اه لابس هيك فجاء هذ كمان يعني بدنا نسوي له شيء يعني واحد يعني انسان يعني شو نحن بنعرف الشلون الانسانية وبنعرف الله يعني بدنا نسوي له شيء ما فينا نسوي له شيء يعني غير انو جبناه نموي وكان عندنا موجود خبز كمان طعمينا خبز كمان جوعان يعني فثاني يوم ثالث يوم يعني صح صح يعني صارت حالته احسن فصلنا نحكي معه انه انت بتعرف انه نحن وين قال ايه انا بعرف نحن وين قال نحن بصيدناي موسيقى